يعني منذ ساعات لم يكن هناك أسباب واضحة لهذا الانقطاع الكهربائي الذي عمّ البلاد كان هناك غضب عارم للتونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي الاستعراض دير مسخيط الوالدين أرجع تشوف المرحلة ديال الاتحاد السوفيتي بمعنى أنه الناس باقين في نهاية الخمسينات وبداية الاستينات هاتك الاستعراض العسكري ديال الحرب بادي ديال الحرب العالمية الثانية 24 مليار دولار بادي المدافع الاتحاد السوفيتي بـ 1958 مغاربة مطلعين على الاستعراض الذي دارت لك الهوك هذه الأسليحة وماذا هدوك أسليحة دخلنا عليكم بالله أسليحة الأسليحة بـ 1588 قديم من ذلك الشياسة للعام والعام والفيل وماذا أدخلنا عليكم بالله والدبابة ستطلق الدخان وقلق المراركة خصهم الحمد لله لأن الهوكوين سوف نحن مجيرا لأنهم قوة ضاربة وعندهم الأسليحة ببارك الله وكذا سوف يحمي ونقلك حمزة زيد عليها تبون زقل يمكن أن لا أشرب دواء أو زقل بلسمية فعلنا تفضل على تونس دعونا بلاغضه نرى هذا الفيديو إخوانا تحياتي لكم وكملوا اللايك كثيرا ونكملوا الفيديو السلام عليكم الحبائيب الرئيس تعالى تبون أربي يحفظون إن شاء الله نقطع لهم الكهرباء المغربة أرمب الضلمة أمينا بيقي وزير الحطب ووزير الشمع تحياتي عمي تبون تبون الرجالة بيب لزم وبيب عمي تبون الرئيس تعنا برقز العالي وشكرا كما قد شوفوا الإخوان قشيحة قل لك عمو تبون قطع لنا الضوء احنا في الظلامة الإخوان والله والله احنا في الظلام ده احنا في الظلام احنا في الظلامة احنا في الظلامة سوف نفضل ماذا يقول الإعلام لهم؟ يقول لك العديد من المدن المغربية سوف نقطع فيها الكهرباء والمخزن لا يريد أنه يعصار في الإعلام كما نحن مخبعين احنا في الظلام احنا في الظلام احنا في الظلام احنا في الظلام داخلنا عليكم بالله لا حولة ولا قوة إلا بلاد الكوين هذا احنا في الظلام يمثيق إلى الدرجة يمثيق لنا إذا لم نعطينا الضوز سوف نقوم بلاد الكوين احنا في الظلام احنا في الظلام احنا في الظلام احنا في الظلام والله اخوان وجدوا الشمع والله العظيم مشكلة هذه مشكلة مشكلة ذكرني عن القزة بغني أدي شوية الحم شوية صوالح قال لي يا أبد الله غالب اللحم احنا قع رميناه ما بقى الحم ما بقى تجاج أو يا كله بس قال لي وش ما عارفش انت فرك عايش قال لي الظلام قطوع ارام قطوع لنا الظلام انسيت هنا قلحت ان البرحلة وقع لي مشكلة مالك قلت له ادي خوك انت مشام عاد لام اخوك عطرت واحد الحجرة جيت على وجه قلت له شوف كل شي ره من فوق خلير قال لي الله كبر لي الله الحمد رسول الله ما عدنا ما نديره مشكلة هذه لا مشكلة ها مالك كل شي المدارس مبلعين القزة مبلعين الناس ما ره شوف شي تخدم كل شي ره طافي رحنا نخرجو غي بالنهار اي بالنهار رحنا نخرجو هك مع الخمسة العشيان دخلوا الرقدو بكري بكري خيلوا باش القطعان تعطين حكيها لكم وشي يوقع لي نتفرجوا لأول عائلة نتفرجوا كلفازة عادي كنا نتفرجوا لقوادالوبي نتفرجوا لقوادالوبي واحد الموسنسن لقوادالوبي افريدو حنا نتفرجو له انا كنشوف افريدو كي جا يضرب قوادالوبي جا يعطيها بديلك تم ما ضويت نقطع اه قائل الشكاين وشي يقول قائل يبدو وستعطي ثانيا افريدو يبدو عدد اخرجوا الحديث عن عدد قلحوا نجد أخرى نكملهم خلال ونجد بينا لقد أمر بحاجة طبعاً تشاهدنا عاليهم العظيمة من الرحيم كي سهل المظاقين يدعون أن يكن هناك مشكلة لم يكن هناك مشكلة أكبر لم يكن هناك مشكلة يا خوتي راهو صيفري عم دابون حدري سنتي رانا في المغرب خوتي رانا في طنجا خوتي الدورة خلاص والله يا خوتي راهو كاريدا كاريدا شوف الظلمة خوتي الظلمة خوتي كاريدا يا دابون دي جانك دور الله حرق الناس حدك ماذا؟ بالقصف تغيير دالك يا كاريد تبون تغيير دالك يا انا المصطف اعجب تؤدي Odyssey تغيير دالك يا خايت كاريد батو ممتاز بنا مع الأسف شديد مع الأسف شديد مع الأسف شديد وعينات طفل نايل قطعت علينا الدخل الذي دعنا فيه ضلمة اختراها عند الحق رأيت رسميا سوف اتوار معكم بالتعالي ما سوف نقول لك الله يصاب بالصعف الوالدة صحيطت في الموري من نشارج التليفون لتنرر بها وكل من يشارجي التليفون وكل من يشارجي التليفون بجمر لا أحاول أقوتي وأسلتك وصلكم والإخوة أسلتك وصلكم والله يصوب المشكلة نظر عينه ومشيقنا مغربة اللي يميقدا نمشي هذا وقسم لكم هذا هو الإشكال والإخوة مغربة عينها اليوم وما تصيقين رأسهم في اللايبه ومشيق فيديو الليفات وكتبوا لي في الكومنتر بالرد على روحك سوف أغيرك الحال فهمسي إذا ما نطفع لدينا الضوان لا أسأل هذا سيصير عندي واحد الموتور دي الليسانس فهمسي هو باش خدام دا بلد أي يم ما سادي لديكم تقدعوني الناس الليسانس المغرب في ظلام دامس بعض الذين نظن في المغرب راهم قد اعتليهم الجزائر الكهرباء الطاقة الكهربائية الجزائرية المستوردة من الجزائر كانت تستوردها المغرب الآن يخرج خبر إعلان المملكة المغربية راهم تسيقينه راهم تسيقينه بقاطع الكهرباء الجزائري المستولد من طرف المملكة المغربية ماذا تسيقين؟ ماذا تسيقين؟ ماذا تسيقين؟ ماذا تسيقين؟ هذا وين خرجونا التصريح؟ جديد لماذا كان من المدينة المسكينة تضرر بالأضرار هذه الله لا تضررنا نحن مضررين يا أخو قلقوا نتريس أنتُ عن يملك يرحم بكم يرحم بكم اضربوا لي على استقبال الماهيب لبن بطوش رئيس جمهورية تيندوف استقبال و Leave me ويضربوني على البروتوكول يتسرف قبط السوق بلو أعطي أن يقوم بمصر من يقوم بمصر بمصر أعطي أن ترى من قدم الربح يقوم بمصر 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 ويقوم بمصر بمصر ويقوم بمصر بمصر يقوم بمصر بمصر يقوم بمصر يقوم بمصر بمصر يقوم بمصر يقوم بمصر نعم ليس كذلك مصر وقف لكي سلموا في سلك السلام من العالم لا تصوك لها بهلول لا تصوك لها لا تصوك غادي لا تصوك غادي قال لهم 5 عدة تحية غادي بالمطش بالمطش لم يفهم تلعب لم يكن أداري و كل شيء يوجد و فلوسه ماذا كان بحاله لم يكن أداري والصفاريات والملايين والصحوني الليلة عايش الكلافيا عدد من مبتشر يظهر لك الكوين ليلة 1 نوفمبر 31 أكتوبر ساعة رأي 11 و 13 دقيقة شكرا هذا يعمل 1 أكتوبر 3 أكتوبر الوقت لا يقوم بك الوقت لا يقوم بك الوقت سيكون السرعة تلاغ الهام واحد دينار يخرج من التصنيف دينار خلاص يعني رون ديلا كرو أغلى من الدينار 0.00 كارثة والله ويحتفلوا ويفتخروا ويقول لك حنايا قدنا البلاد للإزدهار ومعروف أنه الدولار هو أرخص من الأورو والباوند والجنيه على بالي هاد الخبر هذا اللي انشرت لكم يفرح الشيحة والذي عيش في فرنسا يفرحوا أن يرى الدينار يتهاوى لكي يحبط البلاد ويحبطوا دوره ويجلبوا شكارة دراهم ويبدأوا يتقعر على الناس ومدى يوم البلاد يقعد في تخلف لكي يزوخوا الدينار الدينار لا يتقارن لا تقرأ واحد درجة لا يمكن تقدر دولار دولار أمريكي والساوي يجب أن يكون مليون دينار يجب أن يكون مشكلة في المصاب لا تقرأ بها لا تقرأ بها لكن درجة تقرأ بها هذا الرئيس من حوث الدول التي تبعها تحت فيها كوارد توركيا الصين سعودية قطر أو خرج مصر أو زلزيل لا تقرأ بها اللهم أنا أعود بك من شر ماخر لاحظة 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 من نوعك هذا استعراض المساخية الولدين أرجعت أن ترى المرحلة الاتحاد السوفيتي بمعنى أن الناس بقى في نهاية الخمسينات وبداية 60 هذا الاستعراض العسكري بقى الحرب العالمية 24 مليار دولار ماذا؟ المدافع الاتحاد السوفيتي 1958 من نوضي انتخاخا في هذا الاستعراض بقى الحرب العالمية الثانية وهذا ما تردد لفرنسا ما هذه المسألة كتبان بأنها منطقية ما هي عسكر بقى الاستعراض ويقولك أساليب الكلبية أساليب الكلبية جديدة أساليب الكلبية ولم تكون لديهم العقل أساليب الكلبية كل القاموس من العسكر هذه الاستعراض أرى مجهة الحض أرى مجهة أرى مجهة لأسائل القرى لأن الناس خلائين الدول التي هي قوية لا تستعراض دول قوية تتخدم بصمت وتتبع مناورات ما ترى ترى الطريقة للتصوير مهمة لا أعلم لكم هذا الفيديو سأكمل بصمت وكذلك المناورات لا يوجد المناورات في أخطاء العسكر كثيرا وكذلك كثيرا وكذلك تراية المناورات وكذلك لا ترد ذلك كثيرا ما يقومها بقى ما الذي يعمل بالدبابس أرى صغيرا يقوم يقوم أرى أرى يقوم أرى رأيه عصر خور والذي اصطناعي وغير او شي غيب لي روبو ما يبقى شقع البشر فيه رأيه من المستقبل رأيه وغير لي روبوها صعب دهك اصطناعي والذي يقدر يعرف والذي عنده وعي والذي عنده ادراك والذي يعقلته هو رأيه الوقت بدل زلك ومده بهذه السعر هذا اقسم بله عنده تسيد الحق الى ديرينه للشعب يعني ديرون لهك لو كان يصطر فيها مستقبل هم يعني راه الى حضرة احنا وانتم مشنوكين الله ليهم اتعلق هذا الوقت وانن اتدحك انه هذا الخور الذي يدرسوا بها استعراض الله باقي ماهو ساستابق احد انا عنده اصطناع 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 نباشرрь اصطناع ان اصطناع هو لي احد اصطناع اصطناع ابداع نباشر اصطناع اصطناع avanzar انا ميزمان اصطناع اصطناع ابداع اصطناع rattar اقشع ليناه الدوء انا احشد نظام الطفئة انه اقشع لم تفيع انه انه اذا فرق انه 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 انا احشد يعني ا او انا اتفاع انا احشد اقشع ليناه الدوء ا او انا اتفاع انا جا ادي انا انا جا ادي لوحد شكاية لما تحwon هاي سوف يقولون في الكمانتر لان تحنون تحرق اتضعوا لي كون أخوتي هناك كون أشعروا الظوار لا تروني دعوة أتفاق المغربة سيطلون عليكم قبيعان بمزة وأقلولو من المغربو وحك لزم غربة أقلولو مالدو بقوا عقري المزيد مصدر إذا كان ديني الليفان و طالح معهم الإنسان و يقول له أود حشو ما عليك قطع ايناه فحاد في رأسه و يقول له ها ودي تاتوم ها وتانتوم ها و ما يقصنوهم و ها قلل الله حكوه لا لابد الفك ولا هالي و هم ما عندش قاعك لانش علاقة لانه بجزر المغرب و المغربي يصدر البريطانيا دوله كده كداش هاخلط ده شرق بغية تعطي خط كده كداش البريطانيا العظمى وتعويل فقلت تعطيه في أوروبا وتعطيه نحن نبيعون هذا فهموني أنا في هذه المعادلة كيف نعرف فهموني أنا أعيد ما نفهمه فانتوا هذا الناس مؤمنة واحد عاود هنا هارب من المغريب هذا الناس يتابع هارب شطاحات الخاوية هارب الذي يرتكز على العنصر الكلبي وكل أنواع المخدرات هاني قال لكم هاني قال لي جيش القوة الضاربة بهذه العناصر الكلبية كما قال هاني قال لكم إخواني الكرام وبالمناسبة هذلك تشوفوا هذل تلاتة وعشرين مليار ديال الدولار الاشتراع الشنغريحة ديال يوم القيامة والكاسيحات والراجيمات والتقب الأسود والتقب الأصفر والتقب الأخضر كما قال لكم 25 من 2 ou 3 миллионы 20 مليار ديال دولار و leash الهدين ثالثين في III طوبس واقفين و مجالسين و مخرجين راسهم من شراجم و طوبس سيدين 1996 وقفوا لهم على الأقل غير يفش الديبلاصة صحبي صورة الجزائر الجديدة وفروا لهم راح عناصر كلبية وفروا لها فاش دي بلاسا صحبي وفروا الجيش القوة الضريبة فاش الدي بلاسا هذور غادي الاستعراض شافوا العالم واش عبط لهم وفروا لهم طوبية صحبي بنوة ثم الحوسين وغادي نشاركوا في استعراض شافوا العالم وتخلع به العالم مركبينهم في هذه الحالة هدي الله العالم ماهيك القرآن هبط بلاجها وقد هبطت القرآن ورا هبط قرآن هبط على الجزائر في الجزائر هبط в الجزائر في الجزائر وقدت منطقة رأيها هبط في الشرياء سوف ينعب ها فنوصله هبط أياه القرآن هبط في الحك حوله ولا قويته سيدنا آدم حبط في واحد الشاطاء قدام بني حوى اسمه شاطئ آدم حبط بالبرنوس البرنوس هو اللبس اللي 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 لبسها سيدنا آدم حبط شاطئ آدم ومن حوى حبطت فيه طلصية اسمه بن حوى قدام الشيف لقاو فيه طلصية اسمه ابو عرفاء ذلك هو جبل عارفر عايواك الله حبني كيفه وماء زمزم الحقيقي وشاوى تشفه حتى المزيدين سيدنا خلينا العدرة الدريجية واقع يلا سيد عجبي وبأزوج به الطري الحقيقي وقد结ت طر الحقيقي ماء زمزم هو واجش ماء بيدي ماشاء الله زيد ما شاء الله زيد اشمع اشمع خالي خالي اياه والله والله حشمتنا بزم الناس اشمع 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 خاليه يا سيدي خاليه لا تكملش نحديث يا اخويا والله انا مهب اشمع 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 المزيد من المتابعة انضم الينا من تونس مرسلنا سيف الدين العامري سيف مرحبا بك منذ ساعات لم يكن هناك اسباب واضحة لهذا الانقطاع الكهربائي الذي عم البلاد كان هناك غضب عارم للتونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي ما هي المعلومات المتوافرة حول اسباب هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء نعم ما اثار الرعب بدقة هو ان الكهرباء قد انقطعت على مستوى كامل البلاد التونسية اشتركوا على مستوى كامل البلاد اشتركوا على سونس سونس مسكينة مستوى كامل البلاد دولة بحالها عاشت لأكثر من أربع ساعات ونصف أو خمسة ساعات دون طيار كهربائي باستثناء بعض النقاط الحساسة كالمستشفيات الكبرى وبعض النقاط الأمنية الكبرى والعسكرية التي لها مولداتها الخاصة ولكن السكان قد عاشوا لمدة خمس ساعات تقريبا دون كهرباء حوالي 12 مليون شخص لم يتمتعوا بالكهرباء لتلك الساعات من ليلة أمس الأمر الذي رعيب عليكم على كونات الشيكة نحن خوتكم حناية خوتكم قطعوا لنا الضغم وتوانسا مالا مساكن اخوان كل وصل اخرج الفيديو انشاء الله